موسيقى نشرة السادسة عبر ششة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين بايرا يدعو مجلس النواب المنحل لألا يضع نفسه في مواجهة المجتمع الدوري وموني اقترح تخفض أعضاء البعثة الامبية في ليبيا طائرات حربية تابعة لعملية الكرامة تقصف محطة الخليج البخارية بسلط وتوقع أضرارا مادية بالمحطة وجامعة المدينة السالف الدروس بعد خروج المجموعات المسلحة منها مجلس النواب المنحل يستحدث وظيفة القائد العام للجيش وأحد وعيان العابدات يتهم قوات حفتر باستغلال تفجير القبة لتصفية معارضهم في المدينة ألم بكم ما قال عضو مجلس النواب المنحل أبو بكر بايرا على المجلس أن يعيد النظر في قراره تعليق مشاركته في الحوار السياسي الذي اتخذه في جلسة الاثنين وقال بايرا في لقاء تلفزيوني أن المجلس قد يضع نفسه في مواجهة المجتمع الدولي إن هو تمسك بقراره مقاطعة الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لأن الحوار تعليقا سيخلق لنا مشاكل كثيرة سيضعنا في مواجهة المجتمع الدولي سيمكن الأطراف الأخرى أن تحضر لوحدها وربما يفرض علينا أشياء لا نريدها ولا نودها ولكن ستفرض علينا وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت تأجيل جلسة الحوار عقب تعليق مجلس النواب المنحل لقراره بمشاركة فيه داعية جميع المشاركين في الحوار إلى التنبه لخضورة المرحلة وعدم وضع العقبات أمام الحوار الوطني تأجيل جديد للجلسات الحوار التي كان من المقرر عقدها الخميس في المغرب إلى أجل غير مسمى قرار جاء بعد تعليق مجلس النواب المنحل مشاركته في الحوار رئيس لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب المنحل أبو بكر بعيرا عبر عن أسفه لهذا القرار مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يصب في مصلحة ليبيا حسب تعبيره نحن كلجلس حوار في طريقنا إلى حضور الحوار ولكن البرلمان سيد قراره اتخذ هذا القرار نحن كلجلس حوار نأسف لهذا القرار كثيرا ونرى أنه بغير مصلحة ليبيا ولكن لابد أن نلفز به سنعود إلى ليبيا خلال اليومين القادمين من جهته تساءل عضو المؤتمر الوطني العام عبدالجادر حويري عن أسباب القرار الذي اتخذته بحثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا محتبرا أن الوضع في ليبيا لا يحتمل التأجيل التعليق واضح وجلي وصريح أن البحثة الأمم المتحدة تعمل بازدواجية المعايير عندما علق المؤتمر الوطني العام المشاركة في الحوار اجتمع الأطراف الأخرى في جينيف ولم يبالوا بهذا التعليق ولست أدري لماذا البحثة الأمم المتحدة رأت أن تعلق الحوار هل هي مجاملة فيما قال عضو مجلس النواب المنحل عيسى العريبي أن عودتهم للحوار مرتبطة بعدة شروط مشينا إلى أن سوء الأوضاع الأمنية في الفترة الأخيرة لا تسمح بإقامة حوار هذا واعتبر الكاتب الصحفي عبدالله الكبير أن تأجيل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجلسة المنتظرة قد يمثل فرصة هامة لمختلف الأطراف لمراجعة نفسها إن كانت هناك جدية لديها للذهاب نحو حل سياسي أما إذا كانت المسألة هي تعطيل الحوار لأن هناك أطراف سياسية شعرت أنها سوف تقصى بتشكيل حكومة الوفاق الوطني هذا يعني استمرار الأزمة واستمرار التصعيد في ليبيا عثرة أخرى في طريق الحوار السياسي قد تدفع بعثة الأمم المتحدة إلى استخدام خيارها الذي هددت به سابقا وهو فرض عقوبات على الأطراف المعرقلة للحوار في حال لم تتمكن من إقناع المجلس بالعودة إلى المحادثات من جهاته دعا حزب العدالة والبناء في بيان له أعضاء مجلس النواب المنحل المجتمعين في طبرق إلى إعادة النظر في تعليق مشاركتهم في جلسات الحوار كما دعا الحزب في بيانه بعثة الأمم المتحدة لبذل مزيد من الجهد لجمع الأطراف واستيناف الحوار مشيرا إلى بذل حزب لجهود كبيرة من أجل إقناع جميع الأطراف بالمشاركة في الحوار هذا وقال رئيس حكومة الأزمة المباثقة عن مجلس النواب المنحل عبدالله الثني أن هناك نوعا من الضغط يمارسه المبعوث الأممي براديوليون وبعض الدول التي تدعم ما سماها بالمجموعات الإرهابية وتحاول أن تجد لها مخرجا آمنا من خلال الحوار وتضعها في الخارطة السياسية للدولة الليبية حسب قوله وأضاف الثني في مقابلة مع وكلة سبوتنيكا الروسية أن هناك تواصلا يجري حاليا مع روسيا مشيرا إلى رغبة حكومته في تفعيل بعض مشاريع التسليح التي أبرمها النظام السابق عام 2008 كما رحب الثني بعودة الشركات الروسية للاستثمار في بلاده مؤكدا أن منطقة الشرقية آمنة ويمكن للشركات الروسية أن تأتي وتستثمر فيها لا سيما في قطاع الكهرباء قال المحلل السياسي فتح الفاضي في نشرة سابقا مجلس نواب المنحل وكل من لا يريد الحل السلمي للأزمة في ليبيا سيقصى من الحوار لأن الوطن لا يحتمل المزيد من الدمع الجانب المدني في برلمان طبرق أيضا لا يملك واضح جدا لا يملك صناعة القرار ولذلك أدركت ربما أدركت بعثة الأمم المتحدة أن تأجيل الحوار حتى يتم إحلال بيئة أفضل يعني صوت السيد بعيرة صوت أصبح يقترب وأدرك طبيعة الصراع وأدرك أن الحل الوحيد لهذه القضية في ليبيا هي الحل السلمي قال الوزير الجزيري المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبدالقادرام سهل لقاءه بالممثل الخاص الأمين العام الأمم المتحدة في ليبيا براديوريون أمس الثلاثاء العاصمة الجزائرية يأتي في إطار المشاورات المتواصية بين الجزائر والأمم المتحدة حول ليبيا وجدد مساهل دعم بلاده لمسار الأمم المتحدة مؤكدا موقف الجزائر الداعمة للعمل من أجل التواصل إلى حل سلمي وسياسي على أساس حوار ليبي شامل مع إقصاء الجماعات الإرهابية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية تجددت الدعوات الدورية إلى مواصلة الجهود في سبيل الوصول لحل سياسي للأزمة في ليبيا عبر الحوار مع تأكيد استبعاد الحل العسكري المزيد في هذا التقرير اتفقت عدة عواصم عربية وغربية على استبعاد الحل العسكري وتأييد الحل السياسي في ليبيا والجلوس إلى طاولة حوار تسفر عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل جميع أطراف الأزمة في البلاد عربيا اعتبر وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة أن القصف الجوي المصري على مواقع داخل الأراضي الليبية لن يغير مواقف الدول في المنطقة التي تدعو إلى حوار سياسي شامل في ليبيا وبدورها دعت الولايات المتحدة على لسان سفيرتها في الجزائر جوان بولاشيك إلى مواصلة العملية السياسية من أجل الوصول إلى حل عن طريق المفوضات يرضي جميع الأطراف مؤكدة استبعاد بلادها للحل العسكري الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند قال إن بلاده تدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حلول الأزمة في ليبيا مشيرا إلى أن المطلب الأول حاليا يتمثل في إيجاد اتفاق سياسي بين الفصائل المختلفة الجارة الشمالية لليبيا إيطاليا لم تكتفي بتصريح على لسان مسؤول واحد بل أكد كل من رئيس وزرائها ووزير خارجيتها وسفيرها في ليبيا على التزامها بالسعي للوصول إلى حل سياسي يجمع مختلف الأطراف بشكل يسفر عن الوصول إلى حكومة وحدة وطنية تصريحات تأتي في وقت أعلنت فيه البعتة الأمم المتحدة عن تعليق الحوار إلى أجل غير مسمى فهل ستنجح دعوات الحل السياسي من جيران ليبيا والمجتمع الدولي في الصمود أمام دعوات الحسم العسكري؟ اقترح الأمين العامة للأمم المتحدة بن كيمون في تقرير قدمه الثلاثاء لعضاء مجلس الأمن الدولي تخفيض عدد عضاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وشر بن كيمون في تقريره إلى تخفيض عدد أفراد البعثة إلى 15 أو 20 شخصا داخل ليبيا مع الحفاظ على وجود مؤقت في تونس مؤكدا أن مقترحه لا يعني فك ارتباط الأمم المتحدة مع ليبيا وإتي هذا المقترح بعد تعليق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجلسات الحوار الوطني أكد رئيس محطة الخليج البخارية بسرطة صديق من إسماعيل لقناة إيبيا لكل الأحرار أكد أن طائرات حربية استهدفت المحطة مساء أمس وأضاف أيضا أن استهدف محطة الخليج البخارية أوقع أضرارا مادية في المحطة فيما لم يتبين حتى الآن إن كان هذا القصف قد خلف قسائر بشري أم لا في موضوع آخر أكد عميد جامعة سرطة موسى محمد أن العمل في الجامعة يزير بشكل جيد بعد أن خرجت منها المجموعات المسلحة التي كانت تسيطر عليها موضحا أن الدراسة بالجامعة ستستأنف الأحد المقبل وأشر موسى إلى أن عدد من الطلبة قاموا اليوم باستكمال الإجراءات الإدارية وتنزيل المواد في ظروف عادية هذا وقام أعضاء من مجلس الحكماء والشورى بسرطة بالزيارة تفقدية للجامعة التقوا خلالها عدد من المسؤولين واتطلعوا على سير العمل واستعدادات الجامعة لاستقبال الطلبة الأحدى القادم لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجلس الحكماء والشورى بسرطة مفتاح مرزوق سيد مرزوق أكدتم أن الدراسة بجامعة سرطة ستستأنف الأحد القادم فهل تم تأمين الجامعة بالشكل الكافي؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام قمنا نس بزيارة لجامعة سرطة والأمور طب هي جد في الجامعة والدراسة ستستأنف بل استأنفت من اليوم لتنزيل المواد والتسجيل في الفوست الدراسة وإنما الدراسة يوم الواحد ستكون في الجامعة طريعية جدا إذن الأجواء الطبيعية هل هناك حماية لهذه الجامعة؟ الجامعة طبعا محمية عندها أعمل جامعي وتحت تيطرة إدارة الجامعة لا يوجد شيء خطورة أو خوفة على الجامعة من أي طرق طيب هل زال خطر المجموعة المسلحة التي سيطرت سابقا عليها بشكل نهائي؟ الحمد لله يعني ما فيش أي خطرة الجامعة حاصل ما لاحظنا في زيارة نيوم أمس ووجودنا في المدينة لهذا اليوم يعني الأمور كويسة ما فيش أي بوادر لمنظارة المسلحة أو المسلحي في داخل أحياء المدينة طيب هناك معلومات تفيد بوجود حركة نزوح من المدينة هل تؤكدونها؟ لا الحقيقة هي لسه بحركة نزوح وأنا أتغلل هذه الفرصة وأوجه هداء إلى كل سكان مدينة سيرت أن يبقوا في مدينته فالنزوح لا يحل القضية ولا يزال الأمن والاستقرار بالمدينة هناك أيضا أنباء سيد مرزوق عن اجتماع مزمع بين مجلس الحكماء والشرف سيرت ونظيره في مصراته لو تطلعنا على أهم أهدافه والله من أهداف هذا الاجتماع هي وجود حل تلمي يجنب المدينة أو المدن الليبية بشكل عام لويلة الحرب والدمار وكفى المواطنين ما يعانوه من هذه الحلوص طيلة الأربع سنوات إذن رئيس مجلس الحكماء والشراء بسرطة مفتاح مرزوق شكرا جزيلا لك أكدت نايب في مجلس النواب المنحل سيام سيرجيو أنه لم يصدر قرار رسمي بتعيين اللواي المتقاعد خريفة حفتر وشارت سيرجيو أن ما جرى في جلسة الثلاثة هو التصويت على إصدار قانون باستحداث منصب قائد عام للجيش الليبي وأحيل موضوع تكريف من يشغل المنصب إلى هيئة رئاسة المجلس متمثلة في رئيسه عاقيل صالح وقالت عضو مجلس النواب المنحل سيام سيرجيو في نشرة سابقة أن قرار استحداث منصب القائد العام للجيش الليبي جاء نتيجة ضغط جماهري كبير أهم من المهام طبيعية عديدة يعني إذا كان منها مثلا تعيين وقالت رواسع الأركان لكافة تشروع الأسلحة مثلا صراحة تغير رجع العام ورجع العاقل تفشيح العسكريين بالبعثات من الخارج علام من الوقيات من العسكريين يعني فيه أمور أغلبها أمور إدارية اتهم أحد عيان قبيلة العبيدات عبدالحق العبيدي قيادات ما يعرف بعمرية الكرامة بأنها تتخذ حادثة تفجير القبة مطية لإلقاء القبض على كل المعارضين للعمرية داخل المدينة حسب قوله وأكد العبيدي شن قيادات ما يعرف بعمرية الكرامة موجة مداهمات واعتقالات على إثر التفجير الذي حدث في المدينة الأسبوع الماضي وكان أحد قيادي ما يعرف بعمرية الكرامة فرج البراصي قد أعلن في لقاء ترفيزيونية القبض على 12 شخصا يشتبه في ضلوعهم في تفجير القبة مشيرا إلى أن العملية الفنية لتفخيخ السيارات حسب التحقيقات تمت داخل المدينة معنا عبر الهاتف من مدينة درنحة داعيان قبيلة العبيدات عبدالحق العبيدي سيد عبيدي من هم الأشخاص الذين ألقت عليهم قوات حفتر القبض عليهم من ساكني القبة بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم أحييكم على هذه الاستضافة طبعا هذه الحملة التي حدثت في مدينة القبة وحدث على إسر احتقال لشباب من قبيلة العبيدات هم عائلة حوين من ضمنهم سائر باسم وعبدالسلام وهم من عشيرة غيس في قبيلة العبيدات كذلك آل الدوناس من عشيرة بوظاوي في قبيلة العبيدات وعائلة بعجيلة من عشيرة قابس في قبيلة العبيدات هذه الحملة تأتي على خلفية تعالي الأصوات في قبيلة العبيدات المعارضة لعملية الكرامة بعد اكتشاف حقيقة هذه المؤامرة التي يقودها أحد أوتاد النظام السابق خليفة حفتر والتسريبات التي مفادها تعاونه مع صهاينة العرب السيسي والإمارات لإفشال ثورة 17 فبراير هذه الحملة يخودها بعض أسلام النظام السابق على رأس مدير الأمن مديرية أمن البيضة الذي قمع شباب البيضة يوم صاحة 18 كم يبلغ عددهم؟ العشرات فوق 35 معتقل حتى الآن من كافة مناطق قبيلة العبيدات من مدينة القبة ومنطقة بيسيامر ولملودة والقيقب هل وجهت لهم تهم؟ هل وجهت لهم تهم؟ نعم هل تم توجيه لهم أي تهم؟ التهم الموجهة إليهم تهم الإرهاب هذه التهم المكذوبة بحجة الإرهاب وبحجة الخوارج يقمعون الأصوات المتعالية والمندد طبعا بالتعاون مع بعض أزلام النظام السابق من القبيلة من اللجان الشعبية ومن بقايا اللجان الثورية والأمن الداخلي أيضا هذه الحملة مصاحبة لها حملة إعلامية شرسة يقودها عضو اللجان الثورية في القاهرة هذا المظلل يقوم بحملة شرسة على قبيلة العبيدات وباتهامها بأنها إرهاب وبأنهم خوارج طيب إذن مع كل هذه الظروف التي تحدثت عنها كيف تصف الوضع في مدينة القبة بعد القصف الذي تعرضت له بعد عمرية التفجير اليوم سيّة طبعا هذه المؤامرة وهذه الأحداث التي حدثت نحن ندعو باقي أبناء قبيلة العبيدات في منطقة القبة وفي باقي المناطق المجاورة لها إلى استماع إلى صوت العقل وإلى صوت الحكمة وإلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي وأن نأتي جميعا ومصطفة صفة واحدا وأن نوئد نار هذه الفتنة التي يريد أن يوقيدها هؤلاء المجرمين وأن نبعد الشر عن أنفسنا عبر الهاتف من مدينة درنة أحد عيان قبيلة العبيدات عبد الحق العبيدي شكرا جزيلا لك دانت حكومة الأزمة المنبثقة عن مجلس النواب المنحل في بيان الله حادثة اغتيال الناشطة في المجتمع المدني انتصار الحصائر وعمتها رميا بالرصاص مساء الثنين في العاصمة واجددت حكومة الثني في بيانها الدعوة إلى التمسك بمبدأ تفعيل الجيش والشرطة ودعم المجتمع الدولي هذه المؤسسات برفع الحظر على تسليح القوات التابعة لها وما سيساعد هذه المؤسسات في القضايا على التنظيمات الإرهابية في كافة ربوع ليبيا على حد وصفها أكد رئيس هيئة الإعلام والثقافة في حكومة الأزمة المنبثقة عن مجلس النواب المنحل عمر لغويري أن الصحفيين التونسيين المغتطفين في ليبيا سوفيان شواربي ونذير القطار لا يزالان على قيد الحياة وأنهما بخير وفق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وشدد لغويري في تصليحات عقب لقاء جماعه برئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس الثلاثاء بالعاصمة التونسية على ضرورة تفادي تناول ملف الصحفيين المغتطفين إعلاميا حفاظا على سلامتهم وعبر لغويري في تصليحات تلفزيونية عن رفضه لتصليحات وزير الشؤون الخارجية التونسية الطيب البكوش بخصوص إعلانه عن تمثليتين دبلوماسيتين لتونس في ليبيا وقال لغويري أنه لا يمكن المساواة بين طرف شرعي وآخر غير شرعي حسب تعبيره تصريحه قلتك تصريحه مرفوض لأن بكرة سوف تعلن أن نبشرك إمارة في جبل الشعامبي وحنكون نحن أيضا على حياد وعلى مسافة واحدة من حكومة قرطاج وحكومة قصر قرطاج وحكومة قصر الشعامبي هذا أمر مرفوض فيه شرعية معترف بها دوليا وفيه إرهاب يجب محاربتها السادسة متوصلة وفيها بعض الفاصل رحيل الشاعر الكاتب الصحفي أحمد الأحريري بعد معاناة مع المرض استمرت شهورا حير يدعو مجلس النواب المنحل إلى أن لا يضع نفسه في مواجهة المجتمع الدولي ومون يقترح تخفض أعضاء الفاثة الأممية في ليبيا طائرة حربية تابعة لعملية الكرامة تقصف محطة الخليج البخارية بسرط وتوقع أضرارا مدية بالمحطة وجامعة المدينة سأنف الدروس بعد خروج المجموعات المسلحة منها مجلس النواب المنحل يستحدث وظيفة القائد العام للجيش وأحد عيان العبيدات يتهم قوات حفتر باستغلال تفجير القبة لتصفية معارضهم في المدينة قال رئيس مكتب الهلال الأحمر أباري أن الشباكات الدائرة في المدينة أدت لقطع الطرق المؤدية لمستشفى أباري العام ما تسبب في أزمة لعدد من الحالات التي تتردد على المستشفى خاصة منها مرضى الكلة وأشار العربي في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار أن الهلال الأحمر أباري لم يتمكن حتى الآن من توفير ممر آمن لمستشفى المدينة لتخفيف معاناة المواطنين الذين يتوجهون إلى مدن أخرى مثل سبهة ومرزق للعلاج في غريان وصلت صباح اليوم شحنة من النقود قادمة عن طريق الجو من العاصمة طرابولس وأكدت مصادر من المجلس البلدي في غريان هذه الدفعة ستوزع على جميع المصارف العاملة بالمنطقة لا سيما مدن غريان وجبل نفوسه بغرض دفع المرتبات مشيرا إلى أن المصارف المدينة لا تعاني من نقص السيولة طيلة الفترة الماضية وأن الحركة المالية تصير بشكل اعتيادي ولم تواجه عراقيل توفي الشعر والكاتب الصحفي أحمد الحريري اليوم الأربعاء عن عمر يناهز الثانية والسبعين عاما بعد معاناة مع المرض استمرت أشهرا عدة ولد الحريري في العشرين من إبريل سنة 1943 في المدينة القديمة بطرابولس ودرس في مدارسها الابتدائية ثم عمل فيها معلما حتى عام 59 تاريخ انضمامه إلى المجموعة الصوتية بالإذاعة ويعد الحريري أحد أهم شعراء الأغنية الليبية في ستينيات القرن الماضي وأول شاعر يمزج الشعر المحكي بالشعر الغنائي وقد أثر المكتبة الليبية بألف أغنية وستة دواوين شعرية وقدم للإذاعة الليبية أكثر من ثمانمائة ساعة بين برامج ومسلسلات درامية الآن ننتقل إلى جديد أخبار رياضة مع الزميل عمر ركزيري النشار الرياضي من قلات ليبيا لكل الأحرار أهلا بكم يواصل فريق الأهل طرابلس السعدادات للقاء اسموحى المصري في مباراة أياب الدور التمهيدي من دورها الطالي أفريقيا وأجر الفريق تدريباته على الملعب الملحق بالفندق حيث تقيم بعتة الفريق بمدينة الإسكندرية وشاهد حضور كل اللاعبينهم في تركيز كبير من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة السبت القدم التي ستقوم بملعب الإسكندرية عند الساعة الخامسة بتوقيت ليبيا يذكر أن الأهل فاز ذهبا بهدف لصفر أحرزه محمد الغنودي من ضربة جزاء أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد عمر المغير بقرارا بشأن حل الطواقم الفنية والتدريبية ومشرفي وإداري الفريق الأول لأكرة القدم ونص القرار أيضا على حل الطواقم الفنية والتدريبية ومشرفي مدرسة الناشيين والفئات السنية وسينفذ هذا القرار المفاجئ بداية من تاريخ إصداره فيما استثنى منه في مادته الثانية مدرب الفريق الأول الفرنسي بيرلو شانتيغ ومدرب الحراس السربي زالاد درادا لم يخف مدرب يوفيندس ماسيميليانو أليغري صعوبة المهمة للبيان كونيري في مباراة الإيابة ماما بروسيا دورتموند الذي قال مدربه يورغن كلاب إن فريقه لم يستثمر الفرص التي أتيحت له هذه المباراة مفيدة لنا لأننا اعتدنا في الدور الإيطالي الهيمنة على الكرة لسبعين دقيقة ولهذا السبب فإننا لم نعتد على اللعب بدفاع منظم غير أن اللاعبين أدوا واجبهم بصورة طيبة لكننا ندرك الصعوبات التي سنجابهها في مباراة الإياب أعتقد أن النتيجة عادلة لعبنا من جانبنا بشكل جيد في المباراة وارتكبنا بعض الأخطاء وكان علينا التدخل بفعالية أكبر لتجنب ارتكاب مثل هذه الأخطاء لأن فريق يوفينتوس تغل الفرصتين وسجل هدفين ونحن لم نستثمر الفرص التي سنحت لنا أكبر بطل إسبانيا فريق أتليتكو مدريد تدريبات وعالبارحة على ملعب باي أرينا بألمانيا استعدادا لقاء صاحب الأرض فريق بارير لفركوزن في إطار ذهب دوري 16 لدوري أبطال الأندية الأوروبية للكرة القدم بطل إسبانيا تآهل إلى هذه المرحلة من البطولة متصدرا المجموعة الأولى بهزيمة واحدة من ست مباريات ويحتل الفريق حاليا المركز الثالث في الدوري الإسباني متخلفا بسبع نقاط عن غريم التقليد ريال مدريد المدرب دياغو سيميوني أكد على أهمية المباراة لفريقه وصيفه بطولة العام الماضي وبطل الليغة الإسبانية سنأخذ مباراة هامة اليوم ضد لفركوزن فهو فريق يضغط على الخصم بقوة مباشرة بعد خسارته الكرة ولذلك من المهم جدا لنا المحافظة على الكرة تلات المباراة وتقديم أفضل أداء ممكن على أرض الملعب من جهة أخرى يصديف وصيف المجموعة الثالثة لدوري أبطال الأندية الأوروبية بايرلي فركوزن الفائزة بالمجموعة لولا فريق تليتكو مدريد الليلة وذلك في دهاب دوري الستة عشر من بطولة الأندية الأوروبية لكرة القدم في القارة العجوز مدرب بايرلي فركوزن الألماني روجل شميدات أشاد بلاعبي فريق تليتكو مدريد الإسباني بطال إسبانيا وصيف دوري أبطال الأندية الأوروبية العام الماضي وقال إنهم دائما يلعبون بطاقتهم القصوى ويبدلون كل ما لديهم لأجل الفوز إنهم يلعبون بطاقتهم القصوى في كل مباراة ويبدلون كل ما لديهم لأجل الفوز وهذا سبب نجاحهم وهم يجيدون لعب دون الكرة لا أعتقد أن أي فريق يحب ذو اللعب ضد أتليتيكو لأنهم خصم عنيد لفريق ريال مدريد في الدوري الإسباني فقد عجز ذلك الفريق عن هزيمتهم لفترة طويلة وهذا خير دليل على قوتهم أوصى فريق عمل انتابع للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بإقامة نهايات بطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر خلال شهري ديسمبر ويناير ومن المقرر أن يتم التصديق على هذه التوصية من قبل لجنة تنفيذية للفيفا في اجتماعها في زيوريخ الشهر المقبل كما أوصى رئيس فريق عمل الفيفا الشيخ سلمان بن براهيم آل خليفة بتقليص مدة البطولة ببضعة أيام وصلنا إلى نهاية النشرة الرياضية إلى اللقاء قتم النشرة وإلى عنوينها بايرا يدعو مجلس نواب المنحل إلى أن لا يضع نفسه في مواجهة المجتمع الدولي ومن يقترح تخفض أعضاء البعثة الأمامية في ليبيا قارات حربية تابعة لعملية الكرامة تقصف محطة الخليج البخارية بسرط وتوقع أضرارا مادية بالمحطة وجمعة المدينة تسالف دروس بعد خروج المجموعات المسلحة منها مجلس نواب المنحل يستحدث وظيفة القائد العام للجيش وأحد وعيان العبيدات يتهم قوات حفتر باستغلال تفجير القبى لتصفية معارضهم في المدينة هاتوا نشتنا في أمريلح اشتركوا في القناة